بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبينا محمد في العالمين و على آله و صحبه و سلمت سليما كثيرا يوم الدين و بعد حياكم الله أخواني مشاهدين و مشاهدات في برنامجكم قصة حديث و اليوم معنا أيضا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي له سبب و له قصة و هو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه و أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع و المشتري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يعني تنضج و تكون صالحة لأكل و للبيع نهى البائع و المشتري عن البيع و نهى المشتري عن الشراء و له قصة و هو من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه و أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يختصمان قد علت أصواتهم فسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما باء لهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذين يا رسول الله اشترى بعضهم من بعض ثمارا و بعد فترة أصابتها جائحة أصابتها وباء فلما جاء ليأخذها قد يعني تضررت فعلى بعضهم أصواته على أصوات بعض هذا يقول أنا بعتك و هذا يقول أنا شريت و لكن شريت حينما كان الثمر طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذلك حين سمع هذا الرجل يختصم مع هذا الرجل قال لا يبع أحدكم الثمر حتى تبدو صلاحها يعني الثمر متى تبدو صلاحها إذا أحمرت أو أصفرت حسب نوع هذا الثمر أو حسب نوع هذا الفاكهة أو الشجر بعض الثمار أول ما يخرج يكون أبيضا أو أخضرا ثم ينقلب بعد ذلك فيكون أصفرا فيكون صالح للبيع و صالح للطعام والأكل أو يكون أحمرا فيكون صالحا أيضا للبيع و صالحا للأكل فهنا يباع أما قبل ذلك قبل أن ينضج قبل أن يبدو صلاحها أي نضجها قد يبيع الإنسان الشيء ثم بعد ذلك يصيبه جائحة يصيبه برد شديدا أو يصيبه سيول فهذه الثمار التي في الأشجار تتضرر فيأتي المشتري الذي قد اشترى في أول الأمر قبل أن تظهر هذه الثمرة وتكون صالحة فيجدها قد أصابتها جائحة أو أصابتها شيء من أمراض الأشجار فيكون الرجل الأول قد استلم المال وهذا الآخر ينتظر استلام هذه البضاعة استلام هذا الثمر فيسلمه هذه البضاعة وهي تالفة فيكون الباع قد أخذ ماله والبشتري اشترى شيئا قد تضرر وأصابته الجائحة فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع هذا الثمار وهذا الزروع قبل أن ينضج لأن هذا الرجل الذي اشترى لو كان ناضجا لا عبأه في صناديق أو في كراتين وأخذه معه لكن لأنه لا زال غير ناضج ما أخذه ولم يقطفه من الشجر لأنه لو قطفه لا أصبح يعني رديء وأصبح لا يكون صالح للطعام ولا للأكل ولا للشراب ولا للعصير أو غيرها ولا للبيع فهنا تركه عند صاحبه الذي اشتراها سلمه المال أو وعده بالمال ثم وعده أن يتيه بعد أن تبدو صلاحها أو ثمرتها فيأخذها منه فلذلك ما استطاع أن يأخذها لأجل هذه الثمار التي في الأشجار ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمار حتى لا يكون هذه الخصومة ولا يكون هذه النزاع بين البائع والمشتري ونهى النبي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يباع هذه الثمار حتى يبدو نضجها ويكون تكون صالحة للقطف وللتعبئة فهنا يشتري المشتري من الباع ويعبي في وقت قريب أو وقت متأخر ثم بعد ذلك يفعل ما يريد في هذه البضاعة سوف نذهب إلى فاصل يسير ونستكمل معكم بقية الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا عدنا إليكم ولازم نتكلم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لها سبب ولها قصة ومعنى حديث أيضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لها قصة وله سبب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرض ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق و ليس لعرق ظالم حق و هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الإنسان إذا زرع أرضا و هذه الأرض ليست ملك أحد و أنبتها و أخرج شجرها و ثمرها فإن هذا المكان يكون له بأمر أهل المحل يعني خاصة الآن في زمننا هذا الأراضي ليست ملك للأفراد و إنما ملك للدولة فإذا الدولة أعطته هذا الأمر أو أعطته هذه الأرض الذي زرعها فالحمد لله و أما قديما فكانت هذه الأراضي ليست ملك أحد فلو جاء إنسان إلى أي أرض من الأراضي و زرعها و أنبتها فإن الشر يقول له أن هذه الأرض لك لأنك أحيتها و قمت فيها الزروع التي ينتفع منه الطير و عابر السبيل و قاطع الطريق الذي يمر أو المسافر و أنت أيضا كذلك تستبدو منها أما في هذا الوقت في هذا الزمان فإن هذه الأراضي ملك دول ملك الحكومات فإذا سمحت لك الدولة بأن تزرع و تكون لك فالحمد لله و لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحيى أرضا ميتة فيها له و ليس لعرق ظالم حق و لهذا الحديث سبب و هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان اختصى ما عنده صار بينهم و رجل و رجل بينهم مشاكل صحاب مزارع و جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم يا رسول الله هذه أرضي و جاء جاري جيرانهم جنب بعض أو جيران جنب بعض متلاسقين و ليس بينهم حدود فزرع نخله في أرضي شلون يا رسول الله جاء بنخلة و زرع في أرضي و هذه الأرض أرضي فحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرض لصاحب الأرض و صاحب النخل الذي زرع في أرض جارة أن ينزعها أن يخرجها من أرضها من هذه الأرض الذي قد زرعها و هي ليست له و يذهب بها إلى أرضها و المشكال أنه قد زرعها تعلمون أن الزرع إذا زرع و قرس من الصعب إخراجها و قد يتضرر و قد يموت لكن هذا هو الحق هذا أخطأ و قلط و قد زرع زرعه في أرض جارة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع هذه النخيل و ذهاب بها إلى مزرعته و حكم و قضى لصاحب الأرض بمزرعته و نزع هذه النخيل إلى المزرعة الأخرى يقول الراوي قال و إن هذه الزرع لها حجم عظيم و كبير يعني لها طول عظيم و مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من هذه الأرض و أن تزرع في أرضه الجار الأولى الذي قد زرعها في الخطأ كل ذلك بيان لعدل الشريعة و بيان لحفظ حقوق الناس و بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعدل الناس عليه الصلاة و السلام حيث أنه لم يظلم هذا الإنسان الذي الأرض أرضه و كذلك لم يظلم الرجل الذي أخطأ الذي قد زرع هذه الزروع أو هذه النخيل و لم يقل له تركها و أنت أخطأت لو إنما قال خذها هذه نخلك أنت أخطأت خذها واذهب بها إلى مزرعتك و هذا الرجل الذي قد فسدت الأرض عنده أكيد أو حفر هذه الأرض عذره جاره الذي زرع فيها هذه الزروع عذره لأنه أخذ أخطأ و لم يعني يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكتب عليه شيء من الغرامات أنه حفر أرض جاره لأنه أخطأ و الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا و جاء في الحديث رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكريه عليه و هذا من الخطأ المعفوع الذي يعني على القاضي أن يحكم بالعدل بين المتخاصمين في مثل هذا المو و هذا يكثر يتكثر في هذه الأمور في هذه الدنيا في هذه الأوقات أن أرض بجانب أرض يدخل الإنسان بسوره على أرض جاره أو يدخل بشجرته على أرض جاره فيكون هناك بينهم سلاسة لا يتعصى بأحدهم عن الآخر و مدام هذه الأراضي قريبة من بعض هذا ماءه يصب في ماء هذه المزرعة هذه نخلته دخلت على نخلة جاره في هذه المزرعة فيكون بينهم يعني سلاسة وبينهم مرونة لا يعني يقطع هذا جاره ولا يضر جار جاره وهكذا فكل ذلك من أخلاق و أداب الدين و الشريعة إنساء الله سبحانه وتعالى في الختام أن يوفقنا و إياكم الحب و يرضى و أن يأخذ بنا واصينا البدء والتقوى هذا الله أعلم صلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر